السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما زلنا نتكلم عن علوه الهمة مرحبا بكم أيها السابكون أصلا الله عز وجل نجمعنا قياكم في الفردوس الأعلى النهاردة الحلقة رقم عشرين وربنا يبارك فيكم جميعا رب العالمين واحفاظكم من اللي لا دي هتبدأ الليالي الوتر اللي بنلتمس فيها ليلة القدر فقوعة تنسى جماعة ربنا يحفاظكم يعني نشد العزيمة من النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى العشر أو آخر يعني شد المئزر واكتهد في طاعة الله عز وجل أكثر وأكثر مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان القمة في طاعة الله وفي عبادة الله شكرا ونججني من فرعون وعمليه ونججني من القوم الظالمين فاختارت العندية اختارت الجار قبل الضار قالت ايه رب ابن لي عندك أنت بيتا في الجنة ويعني ولله المثل الأعلى كانوا بيقولوا دايما أن الجوار الطيب مهاش ببلاش الإمام أحمد بن حمبل رحمه الله رحمة أنه أساعة كان يسكن في بيت كان كل أحد دي بيت سوانت تكيد على الأد لكن كان منعزل يعني ما كانش أدوار حالزي كان المهم فكان الرجل الذي يمتلك بيت الإمام أحمد كان هو نفس الرجل الذي يمتلك بيوت كثيرة جدا حول بيت الإمام فجيه يأجر البيت الإمام أحمد أجرهbreaking حوالي عشر دنانير جي أجره بقى للرجل الذي سكن جنبه فرحم أجرهوله بربعين دينار فرجل تعجب قال له يعني هو البيت غري قال له لا ما غريش هو نفس السعر عشر دنانير قال له أمو πεل أنت هتأجره بربعين ليه قال عشر دنانير إياجار البيت وتلاتين دينار لجوار الإمام أحمد هي الجاوة يعني هي الجادة دي ببلاش الجادة دي ببلاش وفي أرض الواقع في الوقت الحالي في وقتنا المعصر ده أحد مشيخنا لو بنا أحفظهم كان أخد قطعة أرض في مكان وقطعة الأرض ديت كان المتر فيها أظن على ما أذكر كان بحوالي 300 جنيه ولما خد قطعة الأرض ديت والناس عرفت أن الشيخ خد قطعة الأرض في المكان دوت فحبوا يسكنوا حوالين الشيخ عشان يبقوا في جوار هذا الشيخ الفاضل فزاد سعر الأرض تاني يوم لألف جنيه فلما راحوا ده الرجل يبيع الأراضي ده كلها قال له طب ما أنت لسه باع للشيخ بطلطمئة قال لهم أيوة 300 جنيه تمن الأرض و700 جنيه لجوار الشيخ فالحادي جبلاش ولله المثل أعلى فما ظنك بجوار مالك الملك ومالك الملوك جل جل له فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة العجيب في الموضوع أن فرعون في آخر مزهي منها أمر الحرس أن يمسكوا حجر كبير جدا ويضربوا في رأسها عشان تموت قالوا فوجدوها وهي يلقى عليها الحجر وهي تبتسم وهي تبتسم فظنوا أنها قد جنت أنها جننت قال أبو هريرة ولكن الله عز وجل رفع لها بيتها في الجنة فلما رأته تبسمت فظن الناس أنها قد جنت يا الله مثل عظيم جدا جدا ولذلك يثني النبي صلى الله عليه وسلم على أسهة أمرأة فرعون ولا ينسها أبدا في الحديث الذي رأى البخاري يقول صلى الله عليه وآله وسلم كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية أمرأة فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل فريد على سائر الطعم يا سبحان الله يبا شاهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالكمال وشاهد لمريم بنت عمران بالكمال بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم فشوف تخيل بقى لما امرأة يصل تصل علوه همتها لدرجة أنها من بيت فرعون وتترك هذا الثراء وهذا النعيم وهي زوجة من؟ زوجة فرعون اللي هو كان من أعظم ملوك الأرض في هذا الوقت وكان يعني يمتلك ثروة لا تقدر بمان شيء عجيب جدا يعني ثروة لا تخطر على قلب بشر ورغم ذلك تركت الثراء والقصر والنعيم والخدم والحشم والطعام الجميل وكل ده من أجل أن تفوز بجوار الله سبحانه وتعالى رب ابن لي عندك بيتا في الجنة شوفوا الهمة دي أن امرأة تطرق كل هذا النعيم ومن ترك شائع لله عوضه الله خيرا منهم بفضل الله فعلا ربنا عوضه خيرا منهم وسبحان الله ويخلد الله ذكرة آسية امرأة في العون في كتابي في أعظم كتاب من كتبي ألا وهو الكرآن إلى يوم القيامة آيات بنتلوها وبنقرأها إلى يوم القيامة رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين كما قالت مرأة فرعون رحمه الله رحمه الله رحمة واسعة وجمعنا بها في الفردوس الأعلى ده مثال عظيم جدا جدا فين بقى أختنا المسلمة النهاردة اللي بتثبت على دينها فين النهاردة الأخت النهاردة تكون لابسة الخمار تاني يوم طول أصلي في البيت دايقوني فاضطررت ان أنا أخلعه أصلي خطيبي قال لي بلاش عشان يعني عايزين بقى نعيش حياة كده يعني جميلة وننبسط ونتمتع ومشاه في ايه فرح تقالع الخمار فين اللي لبست النقاب وزوجها غصب عليها رح تتخالع النقاب فين وفين وفين فين السبات بتاع الأخوات ربنا يبر فيهم فين الأخت اللي بتثبت على دين الله وتقول والله مهما حدث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى ان شاء الله لازم أثبت على ديني ورب ولادي على الثبات دوة وربيهم على طاعة ربنا سبحانه وتعالى وعلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم عايزين نساء بالمنظر ده فلو كان النساء كمان ذكرنا لفضلت النساء على الرجال وما التأنيف الاسم الشمس عيب وما التفكير فخر للهلال فإذا يعني محتاجين أمثلة نادرة وجميلة من أمثلة هذه النساء الصالحات يعني نشوف المثل التالت الجميل مثل أمينا عائشة وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد نوع من الطعام كفضل الثريد على سائر الطعام أمينا عائشة يعني كتير من طبعا من المستشرقين وقاعدوا العلمانيين قاعدوا هتكلامه معقولة يعني أمينا عائشة تزاوجها نبي صلى الله عليه وسلم وعندها تسع سنوات مين قال الكلام ده طب الحديث في البخاري يا جماعة قالوا ولو كم في البخاري إزاي واحدة تتزاوج وعندها تسع سنوات أقول لها أمينا بسيطة خالص مش هنروح بعيد يومينا عائشة من كم سنة من حوالي 1400 وشوية طيب ده إحنا نتكلم بس في 100 سنة فاتت ست وستك وجدي وجدك وعمتي وعمتك والناس الكبار دولت يعني ربنا الحمى من جميع أن رحمة نواسعة كانوا بيجوزوا عندهم كم سنة أنا نفس سائل واحدة قاربتي كستة كبيرة جدا بقول لها حقي جوزت عندي كم سنة هي عمتي بس مش أختها بهم بشرت لها إيه بنت عب والدي جوزت حاجة عندي كم سنة قلت لي يا ابن والله ده أنا يعني كنت خلاص هبور ويعني جوزت متأخرة شوية جوزت عندي 11 سنة فاتخيل الكلام ده من كم سنة من أقل من 100 سنة جوزت عندي بها كم سنة 11 سنة 11 سنة قاتت آه طب وكنت يعني قايمة بالبيت قاتي ده أنا من 8 سنة وأنا بقوم بالبيت كله خيل فارجع بقى وورا بقى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات دي أو 9 سنوات كانت امرأة امرأة بتقوم بالبيت وتقوم بعباء البيت وتقدم وتكنس وتطبق وتعمل كل حاجة غير أن البنت أصلا في أراضي الأرض الجزيرة والأراضي الأماكن الحرة تبلغ قبل البنت اللي بتقش في الأماكن الجليدية ممكن تبلغ عندها 8 سنوات كمان يعني شوفها ديه فهي امرأة تحمل هم الأسرة واطراع الزوج والبيت وكل حاجة فأنا حرج في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم معقد عليها وعندها بنت 6 سنين ودخل بقى وهي بنت 9 سنوات رضي الله عنه أرضها مات النبي صلى الله عليه وسلم عاش معاها كم سنة النبي صلى الله عليه وسلم حد فاكر 9 سنوات ماتوا عندها 18 سنة وكانت في التسعة سنوات ديه كانت تحمل علما لا يخطر على قلب بشر ليه لما أم سلمة كلمت نبي صلى الله عليه وسلم لا تغضبيني في عائشة أو لا تكلميني في أمر عائشة فوالله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن إلا عائشة وزيك كان حتى بعضهم يسموها بيت الوحي يسمي بيت أمنا عائشة بيت الوحي أمنا عائشة رضي الله عن أرضها ما نزل الوحي في بيت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا أمنا عائشة رضي الله عن أرضها طبعا تعلمت أشياء من نبي صلى الله عليه وسلم أنك أكثر اطلاعا على النبي صلى الله عليه وسلم من النبي عليه السلام برى البيت الصحابة شايفينه إنما جوا البيت محد شافوا إلا زوجته صلى الله عليه وسلم فكانت تنقل أحوال النبي وأفعال النبي وكلمات النبي وعبادة النبي كانت تنقلها للأمة وتعلم الأمة رضي الله عنه مات النبي صلى الله عليه وسلم عندها 18 سنة ففضلت عيشة بعد موت النبي عليه السلام 47 سنة تبلغ الناس وتبلغ الأمة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيعني كانت مثالا عظيما للمرأة العالمة والداعية اللذيبة رضي الله عنه رضا حتى قال الزهري والله لو جمع علم النساء جميعا لفضل عليهم علم عائشة أو لفضل عليهم أو لكان علم عائشة أوسع من علم النساء جميعا رضي الله عنه رضا وكان مصروق يقول والله لقد رأيت مشايخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عائشة عن الفرائط تخيل بقى علماء الصحابة كان لما توفق قدامهم مسألة كان يسألون عنها عائشة رضي الله عنه رضا وده بيدينا برضو حافز كده نحن نتكلم مع أختنا المسلمة على علوه الهمة في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أخبارك إيه؟ أخبارك إيه مع طلب العلم؟ والله يعني بدأت أحفظ كرآن والحمد لله ختمت جزء عامة وكنت داخل على جزء طبارك بس حصل بقى ظروف وانشغلتون تعرف الدنيا ومشغلة نقول عايزين عزيمة وعايزين همة وعايزين قوة في طلب العلم خذوا ما آتيناكم بقوة الشيء الوحيد اللي ربنا أمر بي نبينا صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه المزيد اللي هو العلم فقط وكن رب زدني علما ما قال شيء أقول وكن رب زدني مانا زدني صحة أو قوة أو جمالا أبدا الشيء الوحيد الذي أمر الله عز وجل حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه المزيد هو العلم وكن رب زدني علما فين العلم؟ العلم هتتعلمي ازاي انت تصلي ازاي تصومي تتعلم عشان تدعو الى الله وتعبد الناس من حولك لله سبحانه وتعالى وبعدين فيه فروض احيان على كل امرأة لازم تتعلمها فقه الطهارة فقه الحيد والنفاس فقه الصلاة فقه الحج لو هتحج فقه الصيام داخل علينا صيام رمضان فقه الزكاة لو عندك مال وهتزكي يعني كل هذه الاشياء ده فردة اين عليك لازم بصرف النظر هتكون العالمة ولا لان انت بتمارس العبادات ديت بدل ما تمارس العبادات غلط وكتير من النساء لحد يومنا هذا لا يتعلمنا فقه الحيد والنفاس وهذه الاشياء ودي امور يعني لا تصحي العبادة بدونها يعني ممكن هي تصوم في وقت يعني يحرم عليها الصيام فيه وممكن تفطر في وقت يحرم عليها الافطار فيه فلا بدنا نتتعلم هذه الاشياء عايزين نشوف امثلة عظيمة جدا من المرأة العالمة ودينا نتكلم عنها ان شاء الله حينما نتكلم عن علو والهمة في طلب العلم بفضل الله سبحانه وتعالى تعالى نشوف مثال تاني او مثال رابع بعد ما نصدع لحبيبنا صلى الله عليه وسلم امنا زينب بنت جحش والحال الامثلة كثيرة وعظيمة وجميلة ومتنوعة كل مثال يخص مسألة معينة يعني زينب بنت جحش وانتوا عارفين طبعا قصة زواجها من زيد ابن حارفة زيد ابن حارفة اللي نبع صامة بناه في الاول فلما نزل تحريم التبني اضعوهم لأبائهم وأقصت عند الله ما كان محمده الأباء أحد من رجالكم ولكن صلى الله فنزل التحريم فكان الأول كان اسمه زيد ابن محمد وما بعد ذلك عاد الاسم الحقيقي اللي هو زيد ابن حارفة زيد ابن حارفة كان عبدا من العبيد أهدى حكيم ابن حزام لما اشترى من سوق عقاض وأهدى عمته خديجة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم يعني خلاص ووقفين عند الحق المسألة يعني طالما ربنا أمل خلاص فهم زي وده بيفكرني مثل جميل يقول لك بس بعد ما تصدر حبيبك صلى الله عليه وسلم الإمام مالك طبعا عرفين الإمام مالك الإمام مالك رحمه الله رحمة الله ساعة كان بيعطى دروس في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحيانا يعمل مجالس للفتية أي حد عنزه أي سؤال يخش على الإمام مالك يسأله وكان تلميزه الإمام الشافعي رحمه الله رحمة الله ساعة الإمام مالك قاعد على كورسيه بتاعه ويجي له السائل يسأله والإمام الشافعي قاعد في مؤخرة المسجد بعدما السائل يسأل الإمام مالك وياخد منه الإجابة يوم الإمام الشافعي مصدود ما السؤال وما الإجابة عشان يتعلم حاجة جديدة فالمهم جي واحد من الناس دخل على الإمام مالك قال يا إمام لقد أقسمت على زوجتي وقلت لها أن تطالق إن لم تكوني أحلى من القمر فالإمام مالك قال له طبعا زودتك مش هكون أحلى من الأمر فوقعت طلقة ومتعودش تاني للموضوع دوت وبلاش كذا قال له حق مشي قابل مين بقى؟ قابل الإمام الشفعي فقال الإمام الشفعي ما السؤال وما الإجابة؟ اشتركوا في القناة لكن عندهم وقفين عند الحق فقال الإمام مالك كلمته الشهيرة الحق أحق أن يتبع أخطأ مالك وأصاب الشفعي يا الله فأمنا زينب بن تجحش أول ما نزلت الآية قالت يا رسول الله أترضاه لي زوجا؟ قال أجل قالت إذن فقد رديت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها زيد بن حريفة حصلت ما بينهم خلافات زي ما بيحصل في أي بيت وبعد سنة طلقت فلما طلقت وهي التي أطاعت أمر النبي صلى الله عليه وسلم جاءت المكافأة مضمخة بطيبها وعطرها من عند مالك الملك ومالك الملوك فنزل قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زاء جاء الأمر بزواجها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأمر من مالك الملك ومالك الملوك ولذلك جاء في البخاري أنها كانت تتفاخر على الأزواج النبي على السلام تقول لي إيه؟ زوجكنا أهالي كنا أما أنا فراخت زوجنا الله عز وجل من فوق سبع سماوات زينب بنت جحش رضي الله عنه ورضها كانت مثل عظيم جدا في العبادة لا تخطر على قلبه وشر وصل بها الأمر يا جماعة من قيام الليل والعبادة وقراءة الكرآن والذكر أنها كانت عاملة حبل لنفسها في المسجد حبل من الحيطة دي للحيطة دي ربطها فكانت توقف تصلي ولما خلاص تتعب وتصل بها درجة الإعياء كانت تتسند على الحبل وهي وقفة حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم من المسجد كما في الصحيح فرأى الحبل فقال لمن هذا الحبل؟ قالوا لزينب تصلي فإذا فطرت استندت عليه قال حلوه حلو الحبل ده ليصلي أحدكم نشاطة فإذا فطر أو كسل أو مرض فليقعد شوف بقى منهج النبع السلام فكانت كمة في العبادة فين نارض الأخت المسلمة اللي بتصلي قيام الليل مع أني حبيبنا صلى الله عليه وسلم وصانا بقيام الليل قال عليكم بقيام الليل فإنه دأبوا الصالحين قبلكم ومنهاتوا عن الإثم وقربة إلى الله عز وجل وتكفيروا للسيئات ومطردة للداء عن الجسد فين قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أقضى امرأته فإن أبت نضح في وجه الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أقضت زوجها فإن أبها نضحت في وجه الماء فإن قام وصلي كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فين احنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا جل وعلا لزولا يليك بجلاله وكمالي إلى السماء الدنيا كل ليلة وينادي علينا هل من داعني أدعوني فأجيبه هل من سائر يسألني فأعطيه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر ولا إلى أن يطلع الصبح فين احنا من قيام الليل فين يا أخت ربنا يا بارفيكي دركتين في جو في الليل خير من الدنيا وما فيهم فين احنا من قيام الليل فين احنا من الوقت الجميل ده وقت الصحر والاستغفار في الصحر ده من أوصف أهل الجنة والمستغفرين بالأسحار فربنا يجعلنا إياكم من أهل القيام ومن أهل الصيام فكانت أمنا زينب كانت قمة في العبادة بفضل الله فوق ده كله كانت قمة في الإنفاق والصدقة حبيبه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم في يوم الآيام قاعد مع زوجاته فبيقول أسرع كنا لحاقا بي أطول كنا يدا اللفظ واضح أسرع كنا لحاقا بي أول وحدة فيكم هتموت بعدي هي أطول كنا يدا طبعا إيه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت زوجات النبي عسلم يكتمان عند عائشة ويالله كله يوم يوقف كله مدي إيديه فيمدوا يديهم طبعا أطول يد مين يدي سودة تمام كده سودة من تزامع رضي الله عنه رضي الله كانت ماشاء الله ضخمة فكان إيديها طولة جدا فقالوا بس يبقى سودة هتموت إيه بعد النبي عسلم فماتت زينب بانتجاهش قالت عائشة فعلمنا مقصود النبي شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة فما كانش لهم حد أصلا يحميهم ولذلك ببالك من الحاجة يعني سيدنا بلال لما كان بيعذب كان مين بيعذبه الرجل الذي يملكه عبدالله بن أبي ومية إنما عمار بن ياسل اللي ما كانش في حد معين بيملكه فكان مكة كلها بتشترك في تعذيب وهو أبو أمه ومين اللي شايف الكلام ده عمار تخيل بقى حضرتك لما تكون وقف في مكان كده وبيقولك لازم ترتد عن دينك حبارك وإلا أمك هتتقتل وأبوك هتقتل قدام عليك مين يتحمل الكلام ده أكيد مع أول لفظة هيطلع منهم هتقول لا خلاص أنا يعني برا الموضوع عشان ما قدرش أضحب أم أبويا لكن أم ما كانش عندهم الكلام ده خالص هو كان عنده أهم حاجة في الدنيا دي كلها إنه ربنا يرضى عنه إنه يفوز بجنة ربنا إنه يكون بيعمل حاجة تقربه من ربنا أي أن كان بقى هيضحب الأم بالأب بنفسه بماله بأولاده المهم إنه يكون ربنا راضي عنه وبس بالفعل جاء أبو جهل عليه من الله ما يستحقه وبدأ يساوم سمية أم عمار على أنها تكفر بله عز وجل فرفضت فأراد منها أن تسب النبي صلى الله عليه وسلم فرفضت فطعنها برمحه في موت نعفتها فقتلها فكانت أول شهيدة في الإسلام سمية أم عمار طبعا يضرب بها المثل في الثبات وفي اليقين وفي الثقة والتوكل عز وجل وفي محبة ربنا سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة وسلطها عالب وتهزر مع البيعين وبتدحك وتهزر ويبقى ايه فهي انت هتنقب في الوقت ده بالعكس لي ممكن يبقى صورة صحيئة جدا عيزا بالله لأي مسلمة مرتزمة شاهد في الموضوع؟ عايزين السبات؟ أخواتنا ربنا بير فيكم الحمد لله قديكم تصوموا في رمضان صيام وقيام قراءة القرآن وذكر الله وعبادة ما شاء الله بعد رمضان بقى؟ فين السبات؟ كل ما تيجي بعد رمضان تلاقي نفسك بترجع الوراء فتكري سمية سمية اللي ثبتت لحد ما تقتلت افتكري آسية امرأت في العون للحد اخر لحظة كانوا يعذبوها علشان تخرج عن دينها وترجع مرة تانية تعبد في العون من دون الله ولكن ابدا ثبتت وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة هي دي المسألة الثبات يا أخوات ربنا بير فيكم يا رب العالمين واحفظكم من كل سوء اجمعنا وإياكم على الخير سبحانك الله ومحمدك أشهد أن لا إله إله